بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل ربي يسر وعين يا كريم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في مجلسنا الخامس والثمانين من مجالس إعراب الجمل وأشباه الجمل لأستاذنا وشيخنا الكبير فخر الدين حفظه الله تعالى وعافاه ما نزل معاً في مباحث أشباه الجملة ونحن في البحث السادس من هذا الباب الكبير باب أشباه الجمل وهو بحث ما لا يقتضي التعليق وقد تكلمنا بإيفاء أو فيناه حقه إن شاء الله تعالى تكلمنا على ما لا يقتضي التعليق منها الظروف ومن الجار والمجرور وقلنا إن الجار والمجرور لا يعلق في أربعة المواضع إذا وقع نائباً عن الفاعل أو إذا وقع تابعاً أو إذا كان الجار والمجرور في محل نصب على الاستثناء أو إذا سقط حرف الجر فانتصب الاسم بعد حذف حرف الجر وهنا شيخنا انطلق من هذه النقطة الرابعة وفصل كثيراً من القضايا ونحن ما زلنا عند هذه النقطة وهي نقطة حذف حرف الجر وانتصاب الاسم بعد حذف حرف الجر وكما تعلمون الاسم حينئذ ينتصب على النزع بالخاطر يعني نقول منصوب بنزع الخاطر منصوب بنزع الخاطر منها هنا انطلق شيخنا في مسائل جزئية كثيرة وما زال يفصلها وبينا البارحة أنه إذا حذف الجار فلا يكون تعلق إلا في موضعين أن يحذف الجار ويبقى عمله وها هنا عندنا قسمان أن يحذف ويبقى عمله قياساً أو شذوها والموطن الثاني أن يكون المتعلق خبراً محلوفاً كما فصلنا في مثل لا بد أن تزوراً هنا لا نقول المصدر المؤول في محل نصب بنزع الخاطر بل نقول المصدر المؤول في محل جر والجار والمجرور متعلقان بخبري لا لا بد من أن تزورني نعم وكذلك تكلمنا على الخلاف في المصدر المؤول بعد حثف حثف الجر تكلمنا على مثل الجمهور وما أجازه سيبويه وما حتمه الكسائي وناقشنا البيت المذين اعتمد عليه الكسائي وهو وما زرت ليلة أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه طبعاً كل الروايات فيها وما زرت سلما وهو أحد جبلي طي كل الروايات وما زرت سلما أما رواية ليلة هي تصحيب أو تحريف هي تغيير للبيت وما زرت سلما والمراد أحد الجبالي كما نصد عليه الرواية طيب وصلنا إلى الصفحة الخامسة والثلاثين بعد الثلاثمائة نحن في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد الثلاثمائة ونحن متابع معاً منهج الشيخ في الكتاب أنه بعد أن ينتهي من كل مبحث يذكر الآراء التي انفرد بها بعض العلماء في هذا المبحث وهنا يتكلم على زيادة الحرف زيادة حرف الجر فذكر آراء من فرد بها بعض أهل العلم منها قال وذهب نحن كبير لكم الخط قليلاً نعم قال وذهب ابن قتيبة وابن مالك إلى أن على في قول حميد بن ثوح أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاه تروق هي زائدة للتوكيد ومن هو تكلم على حرف الجر متى يكون زائداً بشه تكلمنا على من الزائدة وتكلمنا على الباء الزائدة وهكذا لكن هل تأتي على زائدة هكذا قال هراء ابن مالك وابن قتيبة قال على زائدة والمعنى تروق كل أفنان العضاه تروق كل أفنان العضاه إذا على زائدة وكل مجرور الأفضل منصوب محل مفعول به هكذا قال ابناء قتيبة ومالك قال الشيخ والحق أنها غير زائدة أن على ههنا غير زائدة لأنه يقال راق فلان على فلان إذا زاد عليه فضلا والزعم بأن راق في البيت هو بمعنى أعجب ليس بشيء لأنه لا يكون به للبيت معنى إذن على تأويل ابني قتيبة ومالك يكون المعنى أبا الله إلا أن شرحة مالك تعجب كل أفنان العضاه والأفنان جمع فنان وهو الغصر والعضاه شجر له شوك فالآن ما معنى تعجب كل أفنان العضاه يعني لا محصل للبيت حينئذ ولذلك الزعم لأن على هنا زائدة لا يصح بل هي على بابها أصلية والمعنى تفضل على كل أفنان العضاه أبا الله إلا أن شرحة مالك تفضل على كذب على كل أفنان العضاه نعم طبعا وهذا مشهور من قصيدة حميد بن ثور هنا كان بالسرحة عن المرأة حين منع سيدنا عمر من التصريح بذكر النساء فهو كان بالسرحة وهي الشجرة عن المرأة أبا الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاه تروح ماذا تعريبون ماذا تعريبون إلا ماذا تعريبون إلا ماذا تعريبون إلا نعم ما رأيكم في عرابي إلا حرف تحضير إلا النفي نفي معنوي تماما نعم استثناء التام من المنفي حين يكون ما بعد إلا بدلا مما قبلها مثل ما جاء أحد إلا زيد فلاحظوا يا كرام وسؤالك جيد ما جاء أحد إلا زيد إلا حرف استثناء ملغى زيد بدلا من أحد ألغي عمله لأن ما بعده صار بدلا مما قبله أما إذا قلت ما جاء إلا زيد فزيد فاعل وإلا حرف حصر وإلا حرف حصر حين فلابد من التفريق والمعنبون يتسمحون في هذا فيخلطون بينهم نعم إذن القول بأن على هاهنا زائدة لا يستقيم وهذا الأمر ذكره الإمام بن هشان في المهلي ومنه أخذ هذا شيخ ناحا في فضوه لا يستقيم أن تقول تعجبوا كل أفنان العضاء لا معنى لها وأجاز الفارسي زيادة في ضرورة في قول سويد أنا أبو سعد إذا الليل دجاء يخال في سواده يرندج يرندج الجلد الأسود أنا أبو سعد وتعرفون أن الكنية في الأصل تكون للتكريم والتشريف والتعظيم أنا أبو سعد إذا الليل دجاء أقبل بظلامه يخال في سواده يرندج ماذا قال أبو علي الفارسي قال والمراد يخال سواده يرندج إذا في زائد وسوادي نائب فاعل ويرندج ما يعرفوا حينئذ يجمع يرندج مفعول به ثاني مفعول به ثاني ثاني والأول نائب الفاعل نائب الفاعل عظيم هكذا قال أبو علي يعني أنا أبو سعد إذا الليل دجاء يخال أي الليل عفوا يخال سواد الليل يرندج لشدة ظلام طيب قال أستاذنا والظاهر أن فيها هنا للمصاحبة ونائب الفاعل أي وأن نائب الفاعل ضمير يعود على الليل يعني يخال هو أي الليل مصاحبا سواده مصحوبا بسواده يعني في للمصاحبة وحينئذ بمن نعلق الجار والمجرور أيها الكرام بمن نعلق الجار والمجرور يعني قلت الجواب مصاحبا حال إذن يعلقان بحال من نائب الفاعل إذن وهذا واضح ظاهر جدا ولا يعدل إلى الزيادة إلا بدليل وإلا عند تعذر الأصل وهنا الحكم على فيه بأنها أصلية غير زيذا ليس متعسرا ولا متعذرا ففي ففي حف جر أصلي وهي المصاحبة والجار والمجرور متعلقان بحال محدفة من نائب الفاعل يخال هو مصاحبا سواده يرندج وحمل وحمل بعض النحويين قول الله تعالى وقال اركبوا فيها على زيادة فيه لماذا حملوها على زيادة فيه يا جماعة لأن المعنى اركبوها تماما اركبوها أي سفينة طيب قالوا السادسنا والأولى أن يضمن اركبوا معنى انزلوا أن يضمن اركبوا معنى انزلوا وقيل هو مضمن معنى ادخلوا ادخلوا فيها في السفينة وقيل معنى سيروا سيروا في السفينة طيب بعضهم قال في ليست زائدة لكن المفعول محذف والمعنى اركبوا الماء فيها كما تعرفون ركب البحر وهكذا اركبوا الماء كائنين فيها يعني فيها حينئذ متعلقان بحال محذوف من الفاعل من الواقع طيب السادسنا قال لا والأولى أن يضمن اركبوا معنى انزلوا ادخلوا فيها الى آخر وهذا أولى من حمل فيه على الزيادة مع إمكانية الأصالة طيب وأجاز ابن جني في قول مليح ابن الحكم فما كان عن يومين حتى تصدعوا لبين كمن شق الرداء المصيح المشق الممزق هذا في هذه الأوصاف لحظة التوكيد فما كان عن يومين حتى تصدعوا لبين تصدعوا لبين كمن شق الرداء المصيح الممزق ماذا أجاز ابن جني أجاز أن تكون عن زائدة كأنه قال فما كان يومان أي لم يمضي يومان حتى تصدعوا سؤال بتأويل شيخنا يشير إلى شيء على هذا عن يومين كيف نعلمهما إعرابا كاملا كيف نعلم عن يومين إعرابا كاملا نعم على رأي من بناء على هذا التأويل بناء على رأي ابن جني وتأويل الذي ذكره الشيخ أي لم يمضي يومان عند حرف جرزائر نعم ويومين مجرور مغضا مرفوع المحل أنه فاعل فاعل أحسنت يعني فاعل لكان لأنه كان هنا تام يعني ما كان يومان ما مضى يومان حتى تصدعوا نعم طيب وحتى هذه ما حتى هذه يا كرام بمعنى انتداء الغاية انتهاء الغاية جميل الانتهاء الغاية جميل وما يعرابها هذا المعنى وما يعراب حرف جار حرف جار تمام وتصدعوا مدار عصوب كيف تصدعوا فعل ماض 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 نعم طيب أين ليسوا المجرور حين إذن هذه مسألة مرت وعالجناها نعم تصدعوا فعل ماض وقبله أن مضمرة وجوبا أن مضمرة وجوبا وهذا مذهب ابن مالك وتبعه أستاذنا الجمهور يقولون كما ذكرت الأختنا حرف استئناف حرف استئناف والجملة بعدها استئناف لكن المعنى ليس على ذلك المعنى فما كان عن يومين إلى أن تصدع فإذن حتى حرف جر بعدها أن مضمرة وجوبا وأن هذه حرف مصدري مهمل ليس ناصبا وأنتم تعلمون أن الحرف المصدري يدخلوا على الفعل الماضي بل عجبوا أن جاءه أن حرف مصدري فإذن عندنا أن مضمرة وجوبا بعد حتى وهذا مذهب ابن مالك وتبعه أستاذ فنقول المصدر المؤول من أن تصدع في محل جر بحتى والجار والمجرور على تأويل ابن جني متعلقان بكام لأن كان هنا تامة يعلق بها فما كان يوما يعني ما مضى يوما إلى أن تصدعوا لبينه كمن شق الرداء المصيح وأجاز أيضا نفسه ابن جني أن تكون غير زائدة وهي بمعنى بعد واسمه كان مضمر يعني هنا عن للبعدية عما قليل لا يصبح الناديمين ما معنى عما قليل بعد قليل بعد قليل عن للبعدية ليست اسمان حرف جر بمعنى بعد للبعدية طيب الآن قال وهي بمعنى بعد واسمه كان مضمر يدل عليه السياق لدلالة المقام فكأنه قال فما كان ما نحن فيه بعد مضي يومين وهذا الوجه أقرب إلى السداد لاحظوا حتى لو تكلفت حتى لو تكلفت الوجه للبقاء على القول بأن الحرف أصلي فهو أفضل من المزوع إلى القول بالزيادة والاطمئنان إلى ذلك بسرعة نعم وزعم ابن جن أيضا أن حرف الجر قد يكون زائدا للتعويض من آخر محذوف يكون زائدا للتعويض من آخر محذوف فادعى في قول سالم بن وابصة ولا يؤاتيك ويروى يواتيك ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث إلا أخو ثقة فانظر بما انتثقون أن التقدير يعني زعم عفوا فادعى أن التقدير فادعى في قول سالم بن وابصة أن التقدير ما يعرف مظهر مؤول أن التقدير أن التقدير فانظر نعم ماذا تعريبون المظهر المؤول مفعول به للدعا تمام مفعول به للدعا تماما نعم إذا مفعول به لدعا أن التقدير انظر من تثق به ثم حرفت الباء مع الضمير هذا طيب ها هنا مسألة ها هنا مسألة واللطيفة في تعلق أشبه الجمل لنأخذ مثالا عمليا حتى لا نبقى في المجال النظري مع مفعولا فيه ظرف للمصاحبة بماذا تعلقونه بما تعلقون معه بحال من الباء لما لا تعلقها بحذفة ما المانع أمانع صناعي ما المانع من تعني أن الباء حذفت مصاحبة من الضمير إذن حذفت الباء حال كونها الباء حذفت مصاحبة نعم نعم إذا علقنا معه بحذفة صار المعنى أن الضمير حذف وأن الباء حذفت لكن المراد الباء الكائن مع الضمير حذفت لكن إذا علقت معه بحذفة صار المعنى حذفت الباء وحذف الضمير فلا يجز لك أن تعلق معها هنا بالفعل حذفت لفساد المعنى المانع هنا معنوي وقل من يتنبه لها يقول لك علق حيث ما وجدت حدثا فعلق فالأمر يسير لا ليس الأمر يسير يحتاج إلى تطقيق وتنبه إذن ابن جم ماذا قال فانظر بمن تثق قال الأصل انظر من تثق به انظر من تثق به حذفت الباء قبل به وعوضت قبل من قال وزيدت باء عوضا قبل من الموصولة الموصولة يعني قال من هذه موصولة يعني انظر الشخص الذي تثق به كذا قال ابن جم فهي في محل جر اللفظ ونصب محل والتحقيق أن هذه الباء غير زائدة وليس في الكلام حذ ومن استفهامية لا موصولة وإنما علق الفعل انظر بالاستفهام والجملة بعده في محل نصب من يكمل في محل نصب في محل في محل نصب نعم والجملة بعده في محل نصب مفع مفعودي 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 أو سدت مسد مفعولي شيخ إن يعني الكريم الكريم لا يمد يده إلى الناس وإنما يعمل ويكد ويكدح ويجتهد يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل فقال ابن جني قال إن لم يجد يوما من يتكل عليه طيب فحمل على على الزيادة ومن مفعول به ليجد الشيخ قال لا الأمر كله على باب إن لم يجد يوما على من يتكل وعلق الفعل بالاستفهام والجملة سدت مسد مفعولي يجد لأنه فعل قلبي وروا بيت زيد بن رزين كما يلي ابن جني روا بيت زيد بن رزين كما يلي أتدفع عن نفس أتاها حمامها فهل التي عن بين جنبيك تدفع وقال أراد فهلا تدفع عن التي بين جنبيك فهذف عن من أول الموصول يعني عن مكانها أن تكون قبل التي فهلا عن التي بين جنبيك تمام قال فهذف عن من أول الموصول وزاد ها بعده والصحيح أن رواية البيت هي أتجزع أن نفس أتاها حمامها فهل أنت عما بين جنبيك تدفع إذن الرواية ليست هذه فهل أنت عما بين جنبيك تدفع ولا حاجة إلى الحتي والزيادة حينئذ وحينئذ بما نعلق عما يا كرم بما نعلق عما بتدفع بتدفع نعم أي فهل تدفع فهل أنت تدفع عما بين جنبيك فهل أنت تدفع عما بين جنبيك وبما نعلق بين بفعل الصلة المحذوف بفعل الصلة المحذوف ممتاز طيب ما محل المصدر المؤول النفس أتاها حمامها جربي حرف الجربي من أن أنت كسائي يا شيخ حسين محافة أن ما رأيكم؟ طيب نرى هنا المكتوب بما نعلق مفعول لأجله المفعول لأجله لا يكون مصدرا مؤولا هذه فائدة المفعول لأجله لا يكون مصدرا مؤولا يكون مصدرا صريحا الباريحة فرغنا من المسألة من أن نفس أتاها؟ إذن النفس أتاها حمامها المصدر المؤول في محل نصب بنزعي الخافض هذا قول الجمهور يعني أتجزع لأن نفس أتاها حمامها هذا قول الجمهور طيب سيبوي أجاز أيضا أن تكون في محل جر بحرف الجر المحذوف الكسائي حتى ما أن تكون في محل جر بحرف الجر طيب سؤال النفس أتاها ماذا تعلم النفس؟ أتجزع أن نفس أتاها حمامها ماذا تعلمون نفسه؟ فاعل لأي شيء؟ لفعل محذوف تماما لأن حرف المصدري يلزم الأفعال فنفسه فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور والجملة من الفعل المحذوف الفاعل ماذا؟ تفسيرية لا الجملة من الفعل المحذوف الفاعل صلة الحرف المصدري صلة الحرف المصدري وجملة أتاها حمامها تفسيرية تفسيرية طيب ما تقدير الفعل المحذوف؟ ما تقدير الفعل المحذوف؟ تقديره هلكت أتجزع أن هلكت نفس أتاها حمامها وأنتم تعلمون أن التفسير لا يشترط فيه تطابق التام قد يكون مقارباً وهذه المسألة فيها تفسير فهل أنت عما بين جمبيكة تدفع؟ طيب إذن ما رواه الحمام بن جني قال مدفوع أولاً بالرواية لأن الشطر الثاني روية فهل أنت عما بين جمبيكة تدفع وحينئذ لا حذف ولا تعويض طيب على ثبوت الرواية هنا لاحظه قال ولا حاجة إلى الحثي وزيادة أما الرواية الأولى أي على فرض ثبوتها وقد وردت هذه الرواية وردت يعني ليست حطأاً بيناً بل نقلها الإمام أبو علي القالي في أمالكه إن هي واندة فهل التي عما بين جمبيكة تدفع قال أما الرواية الأولى فأخرت فيها عن للضرورة للضرورة الشعر يعني لأن الشاعر يعني أغلق عليه فما عاد يستطيع أن يغير في البيت ويقدم فألقاه وورطنا فيه نعم على حد قول سلفه الفرزق علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا ما لكم شغل هاي شغلتكم يلا نعم أما الرواية الأولى فأخرت فيها عن للضرورة انتبهوا الآن وربما استخدم النحاة مصطلح الزائد في غير معناه النحوي ولم يريدوا به أن الكلام مستغن عنه لاحظوا يعني الشيخ حفظه الله تعالى يستوفي جوانب المسألة جميعاً فأو ذكر أولاً مواطن ما لا يخطب التعليق ثم عرج على مسألة زيادة الحروف ثم ذكر بعض الآراء التي انفرد فيها العلماء وناقشهم في هذا وذكر الصواب يعني لم يبقك في حيرة لم يجمع وإنما جمع وناقش بالدليل العلمي ثم خدم بهذه فائدة المهم أحياناً يستعملون الزائد بغير معناه النحو ولم يريدوا به أن الكلام مستغن عنه والحرف للتوكيد أو للتقوية أو للعوض عفواً أن الكلام والحرف أي وأن الحرف للتوكيد أو للتقوية أو للعوض يعني لم يريدوا أن الحرف للتوكيد أو للتقوية أو للعوض طبعاً للعوض هذه على مذهب من؟ ما الذي قال إن حرف يأتي عوضاً من آخر محذور؟ ابن جني ابن جني نعم قال ابن خالويه في إعراب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله جر بباء الصفة وهي زائدة بالمناسبة لا أدري ما معنى باء الصفة كان عالقا في ذهني معناها من قبل لكن قد أنسيته وأذكر أنني مرة من قديم قيدت هذا عن أستاذي سألناه في مجالس إعراب القرآن من قديم نعم لكن طال الممد علينا فقصت قلوبنا عن العلم نعم ممكن أن يقصد بالصفة الصلة بالذي هو الله لا أظن هذا لكن والله الآن لا أستحضر شيئا فيه مع الأسف فأنا إن شاء الله أرجع إليها وكذلك أنتم تبحثون وتخبرونني بالصور فإذا بالله جر بباء الصفة وهي زائدة لأنك تقول الله فتسقط الباء وحروف الزوائد في صدور الأسماء ثلاثة اللام والكاف والباء فالكاف للتشبيه واللام للملك والباء للالتصاق ولللسوق وهو لا يعني أن هذه الأحرف تقوي معنى الجملة فلا تؤدي معنى متميزاً يعني لم يرد معنى الحق الزائد عند النحويين ولا تعدي وذكرها وعدمها سواء لم يرد هذا وإنما يصدر عما أليفه بعض النحويين فقد جرت عادتهم أن يسموا هذه الأحرف الثلاثة زوائد على وجه الخصوص الكاف والباء الله وإن كانت لا يجوز أن يستقل الكلام بدونها لألا يظن أنها من نفس الكلمة يعني أرادوا به الزائد الذي ليس من نفس الكلمة يعني هذا الصلاع غير نحوي أصل كالباء من بيت والكاف من كرمة واللام من لعب فلاحظوا ما استعملوا ابن خالوي رحمه الله تعالى لم يرد به المعنى النحوي لم يرد أن أعوذ بالله الباء زائدة في النحو لا وإنما لما لم تكن من بنية الكلمة قال هذه الباء ليست من بنية الكلمة أنا كل حال هذا ما ذكره وزعم بعض اللحات أن حرف الجر الزائد يعلق ذكرنا هذا وذكره الشيخ وزعم آخرون أنه يعلق إن وجد في الكلام فعل أو ما في معناه لأنه أشبه غير الزائد في العمل وفي الكلام حدث يتعلق به فإن لم يكن في الكلام حدث لم يعلق لأنه لا حاجة إلى تعليقه نعم رصف المباني هذا نقلا عن رصف المباني للمالة وذكرنا الشيخ ذكر أن حرف الجر الزائد في تعليقه ثلاثة القول أول أنه في منزلة بين المنزلتين لا هو زائد ولا أصلي وذكرناها والثاني أنه يعلق والثاني أنه لا يعلق نعم لكن هذا كأنه قول الرابع يعني برأيي هذه الفقرة لو ردت إلى الفقرة التي ذكرها شيخنا لكان عندنا قول الرابع وهو أن حرف الجر الزائدة إذا وجد في الكلام حدث علقناه فإن لم يكن الحدث فلا تعليق هكذا يعني ينقل الشيخ عن عن الإمام المالقي في كتابه رصف المباني في حروف المعام طيب على كل حال نحن سنقف ها هنا وأما حرف الجر الشبيه بالزائد ونستأنف غدا بإذن الله تعالى مجلسنا ولعلنا في ختام هذا الأسبوع نفرغ من كتاب إعراب الجمل نسأل الله لنا ولكم القبول والتيسير والحمد لله رب العالمين بقي شيء في بيتي دين كائم بها دين ملتصخ بها كما نقول فلان نزل به دين يعني أنا واضح فالقول بأن يعني أنا طالبه بها حينئذ سيضيع معنى الباء اللهم آمين يا رب حينئذ سيضيع معنى الباء واضح يا كرام ما رأيكم أستاذ محمود الإخوة ما يعني ولدين بها أنا طالبه أنا طالبه بها معنى الباء سيضيع إذا علقناه بطالبه لكن وما زلت سلما وقلنا هو أحد جبلي أحد جبلي طيب وما زلت سلما أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه ولا دين كائم بها أنا طالبه فحينئذ أنا طالبه صفة ثانية لدين والله تعالى عنه طيب آمين آمين بارك الله فيكم أحسن الله إليكم نلقاكم إن شاء الله على خير غدا بإذن الله تعالى في الليلة القادمة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام جزاكم الله خير شكرا آمين جزاكم الله عننا كل خير شيخنا الفاضل الله يكرمكم آمين أحسن الله إليكم آمين يا رب شكرا